اشتركوا في القناة نتعلم المفردات كيف نستطيع أن نضيف إلى القاموس هذا القاموس الحديث الذي فيه ابتكارات وتدوين وتسجيل أفكارنا هناك لقاءات كل أسبوع مرتين بتسجيل المتسابقين كل تسجيل لا استمار هناك استمارات تطلب والهدف تسجيل خمسة آلاق لجمعية هذا القاموس بالمسابقات وكي نحدد كيف نعيش سعداء دون ضجر ودون تأفف نحن بأيدينا كنوز كانت كتاب العين الذي هو أساس في علم الكمبيوتر وكذلك في الأغاني فجميع الحال الأغاني اعتمدت على كتاب العين سواء عرفوا أم لم يعرفوا طبعا عندنا في المسابقة سورة الفاتحة سهلة الحظ وفيها حروفها غير المنقطة وهي حروف اللغة وكل اللغات كل اللغات تشترك في هذه الحروف الغير المنقطة مثل السين والمين في هذه المسابقة نريد أن نكون 800 ألف مسترح مسترح وكل متسابق لو أخذ من حروف الفاتحة الغير المنقطة يستطيع أن نضيف كلمات حديثة ويضيف لهذا القاموس طبعا حتى نصل إلى 800 ألف كلمة هناك كلمات هناك كلمات حديثة وهناك كلمات قديمة وسهلة ولكن ضيعت وهذه الكلمات وهذه الكلمات تتطبق باللغة العربية وبحروفها التي لا تتكرر في لغة تانية مثل العين والحاء والطا والصاة هذه هذه خاصة باللغة العربية وهناك كلمات مهمة جدا لهذه الكلمات مثلا طول هي أصلا طول وصيرات هي حرفين طبعا المرجع صورة الفاتحة وهي فيها حروف جميع القرآن المنقطة الغير منقطة ولا يمكن نجد صورة في القرآن الكريم في مساحة قد الفاتحة سبعة آيات متواصلة وفيها جميع الحروف وعددها 13 حافة وأما في اللغة الإنجليزية عددها 9 حافة فهي تساعد على الترجمة وعلى ضبط أيضا الأوزان لأن الأوزان الفاتحة أيضا لم تتكرر في أي سورة فهي رباعية أربع آيات ثم آية إياك نعبد وإياك نستعين ضرورية للوزن لأنه كان الوزن قبلها أربع مع عرب الله من الشيطان الرجيم فجيم بعدين رحيم رحيم بعدين عندنا انتقال إلى لين العالمين مين أقصد بعدين عندنا تريم رحيم أو حيم مين وهذه رباعية وهي طبعا ما يسمى بالاستهلال لأنه أي فكرة أو أي أحد يريد أن يعني يؤلف قصيدة أو حتى أغنية لازم فيها الاستهلال فأكمل استهلال في الفاتحة كمع الصور فيها استهلالات لكن ما فيه صورة مثل استهلال الفاتحة اللي هي رباعية ثم الفاصل إياك نعبد وإياك نستعينه ثم الطلب يعني القصيدة هي فيها استهلال بالمدح مثلا مدحا اللي موجه له القصيدة ملك أو قدر أو حتى ما يستخدم في الأعراس يعني المنشدين يجوا مثلا فينشدوا للعريس أو حتى الإنسان مسؤول في حفلة له فيهنه ثم بعد الاستهلال فالاستهلال لازم يكون جميل ومتكام فاستهلال الفاتحة استهلال يعتبر مرجع والمسابقة فيها أفضل استهلال يأخذ 400 نقطة ثم الطلب يأخذ 400 نقطة شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر